اكيد يعني مفيش احلى من كيك الشوكولاتة المعمول بطريقة صحية وهو مكونات صحية جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلوة النهاردة هقدم وصفتين احلى من بعض اول وصفة كانت بالنسبة لي ابتكار جميلة جدا الوصفتين هيكونوا من غير بيت من غير حليب مكونات تناسب الناس النباتيين وكمان اللي عايزين يكلوا حاجة بطريقة صحية يلا على طول نخش على المفاجأة اللي هي الوصفة الاولى والمقاذير مكتوبة دي اللي انا كتباه على الشاشة المكون النهاردة الاساسي في الوصفة الاولى هتكون التلبينة ايه يا سلوة التلبينة دي دي احنا عمرنا ما سمعنا عنها التلبينة عبارة عن مطحون من الشعير الشعير هو نوع من الحبوب بتتحن كده بكل الفوائد اللي فيها التلبينة من الحاجات اللي وص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام لانها بتضيع الاكتئاب مليانة عناصر جزائية عالية جدا زي الحديد والفصفور والكالسيوم والماغنسيوم والزينك بتساعد جدا لو عندنا مشاكل في العظام بتحسن جدا وبتأول عظام كمان بتخفض الكولسترول فيها الياف كمان فيها السيليليم اللي هو بيمنع الالتهابات فبالتالي هيمنع الاورام ان شاء الله او هيقلل من معدل الاورام التلبينة دي بتكون موجودة عند اي عطار شايفين كده بيكون شكلها عامل ازاي انا عندي الباكت هنا كان 200 جرام تقريبا بيكونوا كوباية ونص من الكوبايات المعيارية يبقى انا هستعمل النهاردة 200 جرام او كوباية ونص طيب يا سلوى احنا عندنا كمان دقيق الشعير طيب اللي عنده دقيق الشعير او عنده التلبينة اللي اتنين نفس النتيجة بالزبط هستعمل ميا هستعمل موز كمان عشان اه ناخد بقى فوايد اكتر كمان هستعمل حوالي 200 جرام من الموز 200 جرام من الموز يعني اقل من ربع كيلو عندي معلقة واحدة من اي نوع مقصرات وانا اخترت اللوز النهاردة عشان اعمل منظومة يعني مع بعضها تكون مفيدة جدا هستعمل نوعية كاكاو خام تكون كويسة والمواد الرفعة والفانيليا للنكهة وكمان نقدر نحط القرفة شايفين كده المقونات هي دي كل المقونات حاجة بسيطة جدا ولو مش متوفر عندك اه التالبينة شوفي على طول الوصفة التانية البازيل بتاحها هيكون الشوفين طيب تعالوا نجيب محضر الطعام نحط فيها كوباية من الميا الفانيليا المتين جرام بتوع الموز اللي احنا قلنا عليهم ولو موز يكون مستوي برضو بيديني تسكيره اكتر طيب نحط كمان معلقة كبيرة من اللوز وتلات معلق كبيرة من الكاكاو الخام عايزين نحط بقى عسل نزود ممكن عايزين نحط سكر دبس الطمر بس انا الحقيقة اكتفيت بلا انا لسه هحطوا عليها لاني هحطت عليها شوكولاتة وهتشوفوا هنعمل ايه حطيت نص معلقة من البيكن بودر نص معلقة من البيكن سودا كمواد رفعة وكمان هحط الكوباية ونص بتوع التالبينة اللي انا كلمت عليهم في اول الفيديو اللي هم كانوا متين جرام وبس كده هروح اطحن الكلام ده في المحضرة الطعام وكمان بينفع في الخلاط بيكون القوام بتاعها تقيل شوية هنجيب صنية تخش الفرن الصنية اي صنية مدورة اي حاجة تعالوا اقس معاكم الصنية طبعا لازم ندهنها ونبطنها كويس علشان برضو اي كيكا بتلزق فانا حط هنا ورق زبدة وادهن ورق زبدة زي ما احنا شايفين الصنية دي مقسها 25 في 13 واضح كده المقس عشان برضو اي كسير قوي لما مش بقيس الصنية بنسى صراحة وفي الاخر اي بتسألوني في التعليقات بقوم بقى دور في الصنية على المنبخ ما مش عارفة بتروح فين في الاخر طيب انا خلصته الخليط هروح اشغل الفرن على درجة حرار 180 اسيب الفرن يسخن شوية 10 دقايق هي بتقعد في الفرن اه حوالي من 30 ل 35 دقيقة ولكن انا هعمل الوصفة التانية وهدخلها معيها فاشوفوا بقى هنعمل ايه هي بالمفترض دلوقتي لو انت هتعمل الوصفة دي بس دخليها الفرن عندي هنا شوكولاتة بس تعمل نوعية شوكولاتة بتكون من غير سكر استعملي اي نوع شوكولاتة تكون صحية انت بتحبيها مجرد لانا دوبتها لاما في المايكرويف او على حمام مائي كده مهم جدا اللي احنا ندوب الشوكولاتة ونخلي بالنا ما تتحريش طيب يا سلوى انا عندي حل مل اتنين انا هحط على الشوكولاتة دي مية متستغربوش لو عندنا اي حليب نباتي نقدر نحط بالمية انا ما كانش عندي فس سهلت صراحة بيكون دعمها برضو زريف جدا مع المية اول ما نحط اه بعد ما دوبنا الشوكولاتة وقلبناها وعرفنا ان هي دابت كويس او ما بنحط عليها المية بصوا بتعمل معي ازاي بيكون عامل زي خليط كريمي جدا تعال اقول لكم بقى على خلطة سرية للمكسرات بتعمل طعمها رائع جدا عندي هنا بندق محمص عندي كمال معلقة كبيرة من دبس التمر قليل خطرات من الفانيليا السائلة وحبة ارفة صغيرين مش قادر اقول لكم على التوليفة دي المكسرات بتطلع عطعمها عامل ازاي وريحتها عامل ازاي طيب كل الموضوع ده يقش على الميكرويف حوالي 30 ثانية بس كده لحد ما يتحول معي كأنه قرامل على المكسرات الخلطة دي رائع يعني اي نوع مكسرات محمصة بجنفع دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 قعدت 35 دقيقة يس بتاها تبرد تعالوا نشوف قوامها عامل ازاي وشكلها طبعا انا عامل الوصفة التانية معيها عشان هما خدوا نفس الوقت بالزبط في الفرن دخلتهم مع بعض وخرقتهم مع بعض طيب بصوا كده شكلها بيكون عامل ازاي طبعا ريحتها حلوة جدا تعالوا نحط عليها الشوكولاتة اللي احنا دوبناها وبعدين حطينا عليها الميا يعني كبديل الجناش وحنحط عليها المكسرات اللي هي مفروض بقى مكسرات بالكرامل عشان تنقل طعم الكيكة دي الحتة تانية الكيكة هقول لكم على طعمها وهقول لكم على كل حاجة بالتفصيل عشان برضو يكون عندكم فكرة قبل ما تعملوها يكون طعمها عامل ازاي هحط عليها برضو شوكولاتة بقى عادية كده من فوق وبس كده خلاص هدخلها التلاجة ولما تسقع نبتزي ناكلها الكيكة ما فيهاش طعم خالص الموز مش باين فيها ابدا بعكس الكيكة التانية لما هنتكلم عليها ونعملها ان شاء الله اه الكيكة زي ما احنا شايفين بقى دلوقتي من جوة تعال نفتحها كده بصوا من جوة عاملة ازاي الى حد ما مش هشة لان هي ما فيهاش اي حاجة اه فيها بيض او فيها مكونات هي كيكة مختلفة ولكن بقى فيها حاجة مميزة جدا الكيكة دي بتشبع بشكل رهيب مليانة الياف هنشرب ميا كتير جدا معيها بجد مش تقدروا تاكلوا اكتر من قطعة لو انتم عايزين تفتروا حاجة مع كباية شاي الكيك ده اختراع بيشبع جدا كمان بيقفل الشهية جدا لو احنا نفسنا مفتوحة على طول وعملنا الكيك ده بجد اضمن لكم ان انتم وخصوصا بقى لو اول مرة تدقوا يعني عارفين لما حد بيتعود على حاجة لا بيفضل ايه اه يعني لسه بيشتهيها يعني ولكن لما اول مرة نعمل الكيك ده هنلاقي نفسنا عندنا شاهية مقفولة جدا تعالوا نتكلم على الوصفة التانية اللي هي بقى بدل التلبينة هنستعمل الشعي الشوفان الشوفان يكون كامل الحبة كده عايزة كوباية منه كوباية الشوفان كامل الحبة بتكون تسعين جرام عشان الناس اللي عايزة تسأل على الكمية بالجرامات وعايزة برضو الموز مية وخمسين جرام من الموز ونفس الموضوع عايزة معلقة كبيرة من اللوز ومواد رفعة والكاكاو كميته هتختلف تعالوا نحط نصف كوباية من الميا في محضرة الطعام ونبتزي نخلط بقى على طول كل حاجة مع بعض ونحط مية وخمسين جرام من الموز ونحط عليهم الفانيليا ومعلقة كبيرة من اللوز النية عادي خالص وكوباية من الشوفان كامل الحبة نصف معلقة من البيكن بودر ونصف معلقة من البيكن سودا برضو نقدر نحط عسل او دبس طمر او سكر ستيفيا على حسب ما احنا بنحب في المرحلة دي معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي يكون نوعياته كويسة عشان يديني طعمه حلو وبس كده هروح هطحن الكلام ده الخليط بتاعها بيكون خفيف شوية والصنية بتكون مختلفة لان احنا عملنا مقدار مختلف او شايفين مقاس الصنية هو مختلف هبطنها برضو هروح هدخلها برضو الفرن على درجة حرارة مية وتمانين عادة خمسة وتلاتين دقيقة شايفين كده ده شكل قوامها وندخلها الفرن وانسيبها تبرد برضو وطعم الكيك ده بيكون احلى بكتير وهو سائع بصو ده شكلها بعد ما بردت الورق كمان حافز عليها وخليها هي زي ما احنا شايفين مش لازقة وجميلة جدا هنحط عليها برضو نفس الشوكولاتة اللي احنا عملناها مع الكيك اللي فاتت الناس اللي ما تبعدش الكيك اللي فاتت ده كان عبارة عن شوكولاتة متدوبة كويس وعليها مية او اي حليب نباتي او اي حليب انت حباه وده المكسرات اللي انا سميتها مكسرات بالكرامل حطيت عليها كان بندق محمص وحطيت عليه دبس الطمر وفانيليا والالفا وحطيتهم في الماكرويف واللي انا بحطه دلوقتي دي شوكولاتة متدوبة عادي خالص وبس كده تعالوا بقى نشوف قوامها من جوة طيب الكيكة دي بتطلع هشة شوية عن الكيكة الاولانية كمان طعم الموز بيكون واضح جدا في كيكة الشوفان عن الكيكة الاولانية وصراحة الكيكة الاولانية بتشبع اكتر وبتسد الشهية اكتر احنا عملنا حاجات كثير بالشوفان ولكن اول مرة اعمل حاجة بالتلبينة فانا صراحة يعني انحست جدا ناحية الكيكة الاولانية بالرغم ان طعمها شوية مختلف وشوية غريب علينا ولكن هي مليانة فوائد وصحية وفعلا فعلا بضيع الاكتئابة لقيت نفسي مبسوطة جدا بعدها مش عارفة ايه يعني بجد خدت حتة ويعني مش عارفة اقول لكم انا فعلا كمعات غدا ما قدرتش هتغد فدي كيكة الشوفان كيكة عادية طعمها مقبول جدا وحلوة نعملها دايما مسكرة على حسب زقنا اتمنى ان شاء الله الوصفتين يكون عجبوك وقلتها هو كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله اكون منسيتش اي حاجة اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية ومع السلامة اشتركوا في القناة